دكتور سلطان بداية من انتقاء المدرب الأفضل في دورينا نونسانتو بداية من انتقاء كذلك عناصر الأجنبية وكذلك الاستقطابات المحلية التي كانت نوعية في مكانها وأضافت للاتحاد موسم على الرغم من التوقف المترة الشتفية إلى أن الاتحاد رغم الظروف التي حصلت طوال الموسم بداية من الهقافات والإصابات إلى أنه استمر شوف أسباب النجاح أو جزتها في ست نقاط أولها تعاقل مع نونسانتو وكذلك جودة العنصر الأجنبي والاستقطابات النوعية للعناصر المحلية والتعامل الإداري على طوال الموسم والدعم الجماهيري على أرضه وخارج أرضه وروح الفريق بين الإدارة واللاعبين والجماهير التعاقد مع نونسانتو شوفنا هذا المدرب الذي في كل لقاء وفي كل جولة يعطينا دروس فنية دروس فنية في الاختيار دروس فنية في الأسلوب وحتى في التنظيم الذي أكاد التنظيم الدفاعي الذي خرج في الاتحاد هذا الموسم سيكون مثالا لكل تنظيم دفاعي قادم يذكر هذا المثال أنه هذا التنظيم الدفاعي المميز نتكلم عن العناصر الأجنبية الثماني الأجنبي كان له تأثير في كل تفاصيل الموسم وبالكاد لو كان في فرصة للفريق الاتحاد أو للدوري بمشاركة الثماني كانوا موجودين في كل جولة العناصر المحلية واستقطاباتها وهي من كان لها التأثير واتكلم عن أحمد شرحيلي الذي كان من نجوم الاتحاد ونجوم الموسم وله أثر كبير في هذه البطولة وكذلك عمر هوساوي ومن دراء العليان وباما سعود شرحيلي كيف تأثيرهم نتكلم عن الدور بالنسبة للإدارة في تفاصيل الموسم مع الضغوضات التي حصلت للفريق والغيابات والإصابات وحتى الظروف إلا أن الإدارة كانت بهدوء وتعزل الفريق عن كل هذه الأمور كذلك الدعم الجماهيري الذي يظل العلامة الفارقة للفريق الاتحادي في كل موسم مع الانكسار ومع الانتصار هم حاضرين التعامل الإدارة الناجح في ظروف الموسم وروح الفريق اللي شفناها في كل مباراة على الرغم من الظروف للسل الاتحاد على الرغم من التعثرات إلى أن الفريق ثابت وبثقة كبيرة وهذا ما نتج حصاده بطولة مميزة للفريق المميز والفريق الأفضل في الموسم أليوم براثم